خلال لقاءها ببرنامج على المسرح اللي بتقدموا الإعلامية مونة عبدالوهابة على قناة الحياة كشفت الفنانة حلاشيحة الكثير من أسرارها الشخصية تحدثت عن قرارات ارتداءها للحجاب وخلعه وموقفها من تحريم الفن حلاشيحة قالت خلال اللقاء أنا طبعاً من جوايا بقول الفن حرام ولكن أنا يهميني إن الشكل في المشاهد ما يكونش فج أكتر من فكرة حلال أو حرام مضيفة الفن مش حرام بس في حاجات لا يصح إنها تبقى موجودة في المشاهد السينمائية والدرامية زي الأحضان والقبولات وأنا مؤمنة بإنها ملهاش لازمة تكون موجودة ولكن أنا مش بحرم حاجة السينما المصرية القديمة الكلاسيكية كانت حاجة تانية ومشاهد القبولات والأحضان وظهور الفنانات بالميو كانت مختلفة عند الوقتي وجميلة وليئة ومقبولة ومناسبة للفترة بتاعتها ولو اتكررت المشاهد دلوقتي بنلاقيها مش بنفس الجمال والشياكة والحلاوة بتاعت زمان بنحس إن في حاجة فجأة ومش لطيفة فبلاش نعملها أنا عمري ما كنت داعية ومش حقيقي إن ختمت القرآن الكريم وبعض الناس ألهمت بي وكنت سبب في هدايتهم وارتداء الحجاب لا يتناقض مع الفن وأنا بقدر الفن وبحبه وبشوف إن الحجاب التزام ديني لا يعيق مسرتي الفنية بالعكس أنا شايفة إنه بيضيف لي حاجة جديدة وبيخليني أكون أكتر تركيز في شغل أنا عشت مرحلة صعبة في حياتي لما كنت عايشة في كندا كنت في مفترق طرق وجات فترة كان فيها جواز وطلق ما كنتش عارفة أعمل إيه وأنا ست زي كل الستات عايزة أقف على الرجلي ويبقى ليا كيان وعندي أربع أولاد عايزة أحافظ عليهم وعمل لهم حاجة أخدت وقت طويل جدا عشان أقول أني ست قوية وأقف وبقى ست جدعة وأعمل الحاجة الصح علشاني وعلشان ولادي ومهما كان حجم الهجوم اللي بتعرض له أنا بعمل اللي أنا حساه وأحيانا بنخطئ وإننا بنتعلم ده مش ببلاش أنا كنت بحتاجة حد قدامي يطلع اللي جوايا مني ومرة دخلت لايف كوتشين كان مؤثر جدا في حياتي وبعدها قعدت ساعة عاية فوقتي